أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أجمل صوت وأنداه صوت حجاج بيت الله عندما يرفعون أصواتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا النداء الذي يباهي الله به الملائكة هؤلاء عبادي في الأرض يذكروني ويخافوني يطلبون عفوي ومغفرتي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم لبيك ألب أو لب أقام بالمكان هذا في اللغة ألب ولب أي أقام في المكان ولزمه لذلك عندما تقول لبيك اللهم لبيك أي يا ربي أنا ملازم مقيم على عبادتك فأنا أجيبك إجابة بعد إجابة ليست إجابة واحدة ليست تلبية واحدة وإنما لبيك أي لبيني لك إجابة بعد إجابة لب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولب سيدنا عبد الله بن عمر وزاد على تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك 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 وسعديك الخير في يديك والرغباء إليك والعمل هكذا لب سيدنا عبد الله بن عمر فزاد في تلبيته على تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ذكر والأمر فيه واسع لبيك اللهم لبيك لبيك ذا الجود والكرم لبيك يا واهب النعم لبيك وسعديك أي أسعدني سعادة بعد سعادة فالرغباء إليك كلنا نرغب فيما عندك من خير الرغباء إليك والعمل نخلص إليك ما نقدمه هذا من أفضل ما يرفع به الحديق أصواتهم التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته